عمان دكتور فاضل الزعب خبير الأمن الغذائي والطوارئ ورئيس بعثة ألوام المتحدة الأغذية والزراعة دكتور فاضل نحن نتحدث عن 30 مليون طفل نتحدث عن استغاثة لا نعلم إلى أي مدى يمكن لهذه الاستغاثة أن تحقق هدفها ومداها ولكن أريد أن يستوعب المشاهد ويفهم ما معنى أن يكون هناك 30 مليون طفل يعانون سوء التغذية شكرا ببساطة معناه أن المجتمع المحلي والمجتمع الدولي لهؤلاء الأطفال مجتمع المحلي في البلدان اللي هم فيهم لا يقوم بواجبه بأبسط حقوق الطفل ويحقه في الغذاء هذا الحق الذي أصبه عرضة تعصف بها الأسباب سواء كانت مخلفات جائحة كورونا أو الاتصاد العالمي أو المناخ أو النزاعات بشكل كبير بحيث أنها أدت إلى هذا الرقم وهذا الرقم الخطر فيه أن ثمانية ملايين منهم هم في حالة الهزال الشديد وهذا نتائج خطيرة معنى ذلك أنهم عرضة لنقص المناعة وبالتالي لا سمح الله الموت ماذا يعني للمجتمع الدولي والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية سواء المنظمات المتحدة أو المنظمات الحكومية الغير حكومية الأخرى أو حتى الحكومات المحلية في الدول اللي فيها هذه الأطفال أو حتى أطراف النزاع في الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة ماذا يعني أمام مسؤوليتهم أمام حياتها ولا الأطفال لا يوجد أي مسؤولية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث هذا رقم مهول هذا رقم نابع من أزمة الغداء العالمية أساسا على الإنسانية أجمعاء جمعاء ولكن تضرب بأقصى قوة الفئات الهشة والضعيفة اللي هم الأطفال دون سنة الخامسة الأمهات المرضعات الأمهات الحوامل هذا ما يحصل دائما طيب دكتور فاضل فاضلي عندما نتحدث عن هذه الدول الخمسة عشر هناك دول تشهد حرب ودول أخرى خرجت من حرب طويلة أفغانستان حرب طويلة اليمن أوضعها ليست خافية على أحد جنوب السودان إثيوبيا كل هذه الدول هي دول تعاني بالأساس على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتى أن الأطفال ربما يكونهم الحلقة التي لا ينظر إليها أحد من الذي تقع على عاتقه مسؤولية إنقاذ هؤلاء طبعا سعارك في مكانه لأنه في حال وجود هؤلاء الأطفال في هذه الدول سواء التي تعاني من النزاعات أو الدول التي تعاني من تغيير مناث مثل دول غرب أفريقيا نيجيرو نيجيريا وبوركينافات سومالي وغيرها أو دول القرن الأفريقي إضافة للصومال إثيوبيا ومدغشقر وكينيا في حال أن الحكومات المحلية لم تقب بواجبها وأطراف النزاع لا يفكرون أساسا بالحل وزي ما تفضلتي آخر همهم تغذية الأطفال لا بد أن المجتمع الدولي أن يرتقي إلى المستوى المسؤولية وتوفير التمويل اللازم للمنظمات العاملة لا أقول فقط الأمم المتحدة لكل المنظمات العاملة في مجال حماية الطفل وتغذية الطفل الموضوع يتلخص في توفير الغذاء الصحي بسعر معتدل أو مجانا وتوفير المياه الشرب النظيفة وتوفير الرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال حتى يستطيعوا أن ينتقلوا من عمق الجزالة وينتهوا من موضوع سوء التغذية ونلغي موضوع الهزال والأرقام المهولية المتوقع وفيات من وراء من نتيجة هذا الوضع لذلك هو المجتمع الدولي وتحديداً خليني ألخصهم باثنين الدول المانحة التقليدية الدول الصناعية الكبرى التي باقتصادها وبصناعاتها دمرت البيئة وثانياً الدول الإقليمية يوجد ددينا في الإقليم دول إقليمية قوية اقتصادياً بإمكانها أن تنعب دول مهم أتحدث عن اليمن أتحدث عن السودان جنوب السودان الصومال أثيوبيا هذه الدول لذلك المسؤولية تقع على من لديه ليعطي لمن ليس لديه دكتور فاضل أعود إليك مرة أخرى دكتور فاضل إذن هناك محاولات من جانب هذه المنظمة الأممية لألعمل على تلك القضية ولكنك تحدثت بشأن الدول وبشأن الدول المانحة تحديداً والدول الإقليمية لأجل وقف هذه المأساة المتعلقة بثلاثين مليون طفل على مستوى العالم ربما هناك من يفكر أن العالم في أزمة اقتصادية بالفعل وهناك الكثير من أوجه الإنفاق لدى كل من هذه الدول كيف يمكننا أن نشرح أهمية أن يتم حل تلك الأزمة بالنسبة للأطفال الأزمة واضح ومعروف لدى المنظمات الدولية وغيرها حل هذه الموضوع ببساطة كشف هذه الحالات هو رصدها ومن ثم توفير الغذاء لها عندما نتحدث عن توفير الغذاء نتحدث عن مبالغ ليست ضخمة نتحدث عن ثلاثين مليون طفل في وجبة منقذة للحياة هذه الوجبة الكيس اللي فرجتنا يا الأخت من نيويورك هذا الكيس يحتوي على الهي انيرجي والطاقة اللي بتأهل الطفل أنه يتجاوز مرحلة الهزاء ليس عالي الثمن لكن إذا نظرت لهذه الدول التي تدعي الآن بأنها تمر بأزمة اقتصادية الدول الصناعية الكبرى هل قارنت ما يتم صرفه على الحروب والدعم العسكري لإحدى أطراف النزاع في أي دولة من الدول الموجودة حاليا وكلها ليست أوكرانيا فقط وحتى الدول الأخرى هناك مبالغ مهولة من الدعم العسكري إذا ما تم مقارنتها بأسعار الغذاء لثلاثين مليون طفل سوف تجد أن أسعار الغذاء لا تشكل نسبة كبيرة من ذلك وإنما نسبة بسيطة وزهيدة جدا إذن ماذا يحكم الموضوع؟ يحكم موضوع الإرادة السياسية يحكم الموضوع وهنا الإرادة السياسية الدولية تتغير بمتغير المصالح والأطفال زي ما بيحكي المثل العامي بضيعه في الرجلين لأنه في اعتبارات أخرى عفوا في سوق الغذاء العالمي وفي اعتبارات أخرى في السياسة الدولية وهنا لا بد لمنظمات المجتمع الدولي في هذه الدول ونظمات المجتمع الدولي حتى في الدول اللي بتعاني من نزاعات هناك جمعيات وهناك اتحادات وهناك تحالفات محددة بإمكانها أن تقوم بالدول وبإمكانها أن تبدأ بجمع الأموال من العديد من الدول من العديد من الدول ليست فقط الغنية وإنما الدول الإتنمية وغيرها بحيث أنها تخفف هذه المأساة ولا تبقى معتمدة ماء بالماء على توفر التمويل اللازم من الدول الصناعية الكبرى أو التوفر من خلال منظمات المتحدة ولا تنسي أن حتى منظمات المتحدة مع احترام الشديد لما تقوم به في مرات كثيرة المصاريف تبعتهم بتكون عالية مقارنة بما يتم تقديمه يعني الآن أمام 30 مليون طفل بعمل بفكرش في بناء القدرات وبفكرش في التدريب لدول صارتها 30 سنة في هذه الأزمة ولا اتعلمت ولا اتدربت قدراتها بفكرش في الحلول الطويلة الأمد حاليا لسبب بسيط لأنه أنا في عندي حياة 30 مليون طفل على المحق لذلك شوية يجب أن تكون الحلول تساوي ذلك وبرجع بذكر أن الأمين العام المتحدة والمدير العام لمنظمة الفاو ذكروا في نهاية العام الماضي أن عام 23 اللي احنا فيه الآن سيكون عام الجوع إذن نعلم بأن هناك أزمة غذائية حادة سوف نعاني منها في هذا العام وبالتحديد الأطفال سوف يكونوا أكثر عرضا من غيرهم لعدة أسباب في كل الأزمات دائما ما تكون الأطفال ما بين التشريد والجوع هي الحلقة الأضعف ومن الصعب أن يلتفت إليهم أحد فهم لا يشكلون جزءا من مصلحة سياسية ولا اقتصادية ولا عسكرية كما كنت تقول دكتور فاضل شكرا جزيلا لك فضل أزعبي خبير الأمن الغذائي والطوارئ ورئيس بعثة الأمم المتحدة للأغذية وزيراء